نقطة مهمة جدا و دي اللي كنا بنعاني منها ايام الفترة اللي هي كتت مظلمة لما بيكون عندك احتياطي تقدر تحافظ على اصول الدولة من محطات الانتاج التكة الهربية يعني ايه يعني فيه وحدات محتاجة تطلع عمرة محتاجة تتصين فلو انت عندك يا دوبك على قد فانت حتيجي في الصيف مع زيادة الاحمال مش قدر تطلعهم لو هي مخططة انها تطلع في الوقات دي مش تحف تطلع و ده كنا فعلا كنا بنعاني فيه في ايام العجز ده انت اطلعت هايبقى هاتروح داخلي مش قدر تتوقف ساعات الظلام الدام السياسي اه محتاج فمش تتلحص يوم و ده هيأثر عليك فده بالتالي الاحتياطي ده هيساعدك في ان انت تقدر ان انت تصين وتعمل عمرة الحاجة الاخيرة والمهمة كمان ان انت بتعتمد على اعلى كفاءة و اقل استهلاك للوقود في محطات الانتاج الكهرباء عندنا محطات دلوقتي العملاقة اللي هي ثلاث محطات بالتكنولوجيا الحديثة في أن أنت ممكن تستخدم تطلع الكهرباء بدون طاقة إضافية اللي هي الدورات المركبة فبالتالي الاعتماد على وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية ذات الكفاءة العالية ده برضو من الاحتياطي فبالتالي فوقت كده جدا من الاحتياطي لابد تكون موجودة مش فقد أنت حطوه يعني وزيادة عن احتك لابد